طيب كابتن علي احنا وصلنا لفقرة انت مين ودي اسئلة سريعة انت مين يا كابتن علي مكتوب اسمك ايه في البطاقة متزوج مين مين مولادك مين احفادك انت مين انا علي اسماعيل ابراهيم صالح ولو قلت الكلام ده في شريعنا محدش يعرفه لان انا من صغري جايولك على ابو جريش لا الاسم تاني لو قلت علي اسماعيل ابراهيم محدش يعرفه يعني مرة مرة كانوا لا ماتتوهناش بقى خليها كابتن علي ابو جريشة اه فبس اه متزوج بالسيدة سامية سامود عندي محمد ابن كبير طبعا ادي الصورة هيا بتاعها خطن علي هيا ايوه ايوه ان الله يخليه وعندي بقى الاحفاد عندي محمد وصارة وسمية اه هم بيين اه هم في كده والاحفاد بقى علي ابو جريشة الصغير اه هنشوف علي ابو جريشة اه فيه علي ابو جريشة اه وفيه بقى ابراهيم اه وفيه اسماعيل يعني الاسم فيه علي واسماعيل وابراهيم يعني اول اول تلات اسماعي يعني انا اسمي علي اسماعيل ابراهيم فعندنا علي وعندنا اسماعيل وعندنا ابراهيم والبنات بقى طبعا ربنا يخليهم كلهم اه هنشوف ابو جريشة الصغير جديد فيه علي اه فيه اسماعيل إنت شفت فيه كده أنه هو إن شاء الله يبقى نعم إن شاء الله ولسه طبعا عضو أخضر شوية لكنها هيستوي إن شاء الله بإذن الله يستوي أنت كنت صديق مقرب لنور الشريف وكمان عادي الإمام وعادي الإمام كان حبيبك أول نعم مش كده؟ نعم نور أنا عارفت نور طبعا كان وقتها بيعمل حاجة كابتم صاحب اسمها قايرة والناس قايرة والناس معروفة دي ما كانش لسه عامل أفلام حاجة ليه إحنا كنا معسكرين في الزمالك وهو أصلا زمالكاوي فكنا منتقابل لهم يقرأ السكريبت بتاعه أدواره وكده فاتقابلنا وتعرفنا وقعدنا مع بعض كتير وبعد كده لما بقى نجم كبير حاب يخطب حتى وكده عندنا من مصر الجديدة من روكسي فكان منتقابل على طول يعني مع نور كان جميل وفنان مع مهوب وعبقري وربنا تقول لها برحمته لأدوار ما حاجة يقدر ينساها لا 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 طبعا سواء الأتوبيس لا أدوار تاريخية طيب كابتن علي هويتك إيه غير كورة القدم بتعمل إيه غير كورة القدم إيه هويتك أنا أحب أقرأ كتير أقرأ كتير آخر كتاب قريط أحب باسم عبد الوهب يعيني أه أحب أقرأ المقابات اللي هي تهم بلدي أيه يعني مثلا البناء الهم بلدي أنا مش راجل سياسي لكن أنا بصراحة مبسوط جدا من اللي بيحصل في البلد نعم فيه حاجات كتيرة تغيرت مصر تغيرت صحيح إن فيه مشاريع كتيرة قامت فيه مصر قامت من جديد وقامت من جديد وحقيقة الفطرة دي في فطرة وجيزة تم حاجات كبيرة أكيد وحاجات كتيرة وبصراحة يعني كان فيه يعني رؤية ساقبة إنك بتشوف حاجات يعني بصراحة كنت تحلم بيها مشاكل المصريين لكن لا بصراحة يعني من هنا طبعا بنحي وبنشكر ساقرة الرئيس طبعا لإنه بصراحة دقوب في عمله بشتغل على مدى فيه طفرة في كل المجالات لا فيه طفرة يعني يعني ما شوفش يعني ما شوفش من الغربال يبقى أعمى لا فيه طفرة ملموسة واللي عنده كلمة حلوة يقولها واللي عنده شكلمة حلوة يقول على جديد والله بالعكس يعني أنا شايف المصر يعني والناس حاسها الناس حاسها مع غالبيت الناس حاسها أنا راجل لا بتاع سياسة ولا غاوي لكن أنا أنا بحب بلدي تبقى فحسن حالة طيب وأنا شايفها رايحة في السكة دي بتحب الأكل ما فيه حدش ما بحبش الأكل بتدخلوا المطبخ كتير لا مش كتير يعني مش قوي بس يعني الأكل أنت بتتقنها ايو بتعملها كوي لا أتقنها أنا بحب السمك طبعا السمك لا أساسي بس سمك بتجيبه جاهز يعني ما بتحب معنش أي حاجة في المطبخ لا لا بس عادة يعني شاي هو حاجات عادي الحاجات الانظر عليها والصلطة إنما فيه ناس غاوي آه طبعا انت مش غاوي مطبخ لا فيه ناس غاوي مطبخ أسادزة بتحب الطرب القديم لا يا عبدالوهاب القديم قوي حتى عبدالوهاب القديم قوي لا يعني أنا بحب عبدالوهاب يعني الكلسوم آه طبعا القصائد القصائد آه يعني لو أنت عاوس تبعط قصيدة كده للمدام اللي عاشت معاك السنين دي كلها وربنا يخليها لك وتديك في قصيدة جميلة كنت بسمحها من يومين هتسألها هتقول لها إيه القصيدة من أجل عينيك عشقته الهواء وانت بص كده الكاميرا كده يعني من أجل عينيك دي قصيدة جميلة أنا ببعطها طبعا لأنها يعني جميلة وتنطبق على يعني والقصائد دايما يا كابتن مصطفى أنا بحبها وخصوصا كل ما لوحد بيكبر في السن بتفهم المعنى بتفهم يعني أنا كنت بموت بحب أوي عبد الحلين وبعدين بعد دخلت على عبد الوهاب واخد بالك فعبد الوهاب ليه أغاني تحفة جميلة وخصوصا اللي كاتبها طبعا تلات اربع العبقاري حسين السيد ومؤمن الشناوي طبعا دول عبقر من أصدقائك يا كابتن نواة اللي انت بدأ على طول على التصال بيهم والله بص الدائرة يا كابتن مصطفى مش زي يعني زي الأول من الجال من الرياضة طبعا فيه الاعيب اللي عبت معهم عشرتهم دول حبيبي يعني وكده فيه طبعا صداقة فيه المهندس أيوب حبيبي وصديقي المهندس متحد الورداني طبعا دكتور شريف حمود ده يعني راجل الجميل وبيموت ويحب النادل اسم عجلي قوي المهندس محمود عثمان طبعا جميل قوي وهو المعلم اللي بعد المعلم الكدير هو يعني المعلم التاني محمود عثمان جميل و و و ورحه طيبة ومتواطعة جدا ف طيب أنا عشان قربت خلصه عندي عشان احنا فيه هنحتفل بتورطاية بعيد ميلادك لكم من خلال أيام بسيطة ف قبل بس هتقول ليه للخطيب الخطيب شخصية جميلة يعني اتعاملت معاه وبيقود النادي الاهلي بصراحة باختدار يعني شاف ازهى ازهى فطرة للنادي الاهلي ايه الفطرة دية بيقودها باختدار وا اعتقد انه استفادك ستير جدا كونه موجود جنب اشتغل مع كده صالح سليم ماجسترو اشتغل مع حسن حرمي اعتقد فيه خبرات تراقومية نعم زادت عنده قوي ولذلك هو عنده رؤية كويسة والنهضة بيقود ببراعة ومهارة كبيرة النادي الاهلي هتقول ليه للنادي المؤولين العرب النادي المؤولين العرب انا سعيت بالعمل فيه واشتغلت فيه شوية واعتقد ان النادي النادي محترم ونادي منظم و يعني شايف انه انه قادر يصمد في وسط الطيار الغلائي جامد جدا رغم انه ما من اندل تصمد كتير على الكورة لكن لكن قادر يتواجد وقادر يعيش وقادر يبقى متواجد والمهارة سعادل الحقيقة ومهارة سبرين محلب قبل منه ومهارة سفيصل كان ليهم دور كبير جدا قبل منهم بقى كان مهارة حسين عثمان عثمان حسين عثمان حسين عثمان اسماعيل عثمان صلاح حصاب الله كل دي رؤساء المؤولين العرب كان ليهم دور كبير جدا مع الاسماعيلي ومع المؤولين هتقول كلمة ايه للمعلم عثمان حسين عثمان ودي اخر حقا انا بعتبره هو هو سبب نهضة الاسماعيلي فطرة في ازهى عصوره الاسماعيلي كان في ازهى عصوره وقت ما كان بيقود المهانسة عثمان حسين عثمان بافكاره وبخبرته وببصرته عثمان حسين عثمان عنده بصيرة يعني عالية جدا وبنشوف حاجات احنا ماكنش وقتها بنشوفها نعم فكل اللي كان بيقوله وكان بيتحقق فكان سبب انا بشوفه السبب نهضة كبيرة جدا كان سبب تفكيره يعني سبب تفكيره وحتى مشوار البناء ونهضة كبيرة في مصر كان مفيش بلد ما بناش فيها عثمان حسين عثمان السد العالي في اصوات كان شركة المعيون عرب وكان على رأسها المواطس عثمان حمد عثمان فالمواطس عثمان ليه ليه بصمة كبيرة جدا على البلد وعلى النادي الإسماعيلي وعلى الإسماعيلية كبتان عالي احنا كده فخرتنا خلاص خلصت او البرنامج معنا صح الوقت يجري معاك بطريقة غير عادية عندنا متابعين عندنا في البرنامج انك بتكتب كلمة في في الاوتوغراف للبرنامج بشيليه والبرنامج اسمه المجلة بشيليه ده للبرنامج هل عندك اقوال اخرى كنت تحب تقولها لا انا عندي كان في موضوع كنت تحب تراحه كابت المصطفى اللي هو بيشغل بال للأنديه الشعبية الغلاء بتاع اللعيبة ودي نقطة خطيرة جدا لانه النهاردة أرقام فلكية مش هيقدر عليها الأندية الشعبية زي الإسماعيلي والمصري والاتحاد ان يقاموا فأنا بشوف أنا محتاج نظرة من الدولة للأنديه دي لان عمرها أكتر من 100 سنة ودي لازم نعملها حلقة أو حلقتين أكتر من 100 سنة وأمدوا منتخبات مصر بعديد من اللاعبين المهرة وخصوصا النادي الإسماعيلي نعم فأتمنى ان يبقى فيه رعاية للنادي العظيم ده والأنديه الشعبية اللي ليها باع كبير جدا ويا ما قدت للمنتخبات مصر لعيبة ولسه بتدي منتخبات مصر فأتمنى ان يبقى فيه نظرة للأنديه الشعبية وبالذات أنا كوني إسماعيلي أحب ان يبقى النادي الإسماعيلي محطة أنظار المسؤولين لأن العملية بقت خطيرة والنادي فعلا راح في سكة مش حلوة أتمنى ان الدولة ترعى النادي الإسماعيلي والأنديه الشعبية لأن غول الأسعار بدأ يدخل على الأندية فبقات من الصعب تحتفظ بلعبتها ومن الصعب تأدي رسالتها فأتمنى يبقى فيه نظرة للأنديه الشعبية ترجمة نانسي قنقر